موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييكم تحية المحبة والنعمة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح له كل المجد حديثنا في هذه الحلقة اليوم عن الهوية اعرف هويتك وطبعا كل واحد بيحمل هوية بيحمل مواطنة أو جنسية في كل مكان اللي هي بتحدد هويتك بتحدد سلوبك، الثقافة بتاعتك والخلفية والمجتمع اللي أنت عايش فيه وبالتأكيد بتوضح أنت وين عايش لكن الحقيقة أنا بتكلم عن هوية من نوع آخر اللي في ناس اتشوشت بسبب هذا الموضوع ومش عارفين يختاروا ولا يقرروا حتى مش عارفين شو هويتهم ولسيا من ناس اللي عانت بسبب الضغوطات وبسبب الفرضات التي فرضت علينا أنك تسلك بهوية معينة وهي مش الواقع بتاعك اللي أنت بتحبه فرح نتكلم عن هذه الهوية ورح نتكلم عنها بشكل واضح وأنا بصلي أنه فعلا في هذا الموضوع هذا أنه الرب يفتح ذهننا ويفتح عيوننا كمان ويفتح قلوبنا حتى نأخذ قرار والاختيار الصحيح لأنه هويتك هي اللي بتعكس مواقفك، سلوكك، حياتك، أفعالك في كل شيء يعني هويتك هي اللي بتظهرك فإذن رح نتكلم عن هذا الموضوع إذا في عندك أي سؤال أو أي استفسار خلال الحلقة رح يكون أرقام الهواتف موجودة على الشاشة وفيك كمان تشاهدنا على الصفحة واليوتيوب كمان مباشر خلينا نرجع بعد هذا الفاصل القصير حتى أقدم ضيف الحلقة ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا أنتم تشاهدون ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة المسحية وفيك كمان تشاهدنا على صفحة الفيسبوك وعلى اليوتيوب أيضا مكتوب أو العنوان طبعا اعرف هويتك يصور أن أستضيف إلى برنامج ليكن نور القسيس جرجس حليم رجل الله وصديق وأخ عزيز جدا على قلبي أهلا وسهلا أخ جرجس أهلا بك أخ النظار شرف ومتياز أن أكون مع حضرتك ومع المشاهدين برنامج ليكن نور مشاهدين برنامج ليكن نور ليهم مكانة خاصة جدا على قلبي الرب يباركك ونفس الشيء إلك يعني معزة ومكانة خاصة على قلوبنا جميعا أخ جرجس موضوع في غاية الأهمية في غاية الأهمية مكتوب أنه الله خلق الإنسان على صورته ومثاله لكن من البداية منشوف أنه في حرب شعواء حرب ضارية وضروس حرب يعني ضد أولاد الرب اللي شنها الشيطان إبليس أعطينا فكرة يعني في البداية على إيه اللي إحنا ممكن نتوقعه حتى نفهم الهوية عشان أدي خلفية لإخواتي المشاهدين كتير ذهننا بيروح على الحياة الروحية أو الحياة المسيحية إزاي أنه ربنا بيحبنا أنه ربنا موجود وأنه لازم نخلي بالنا عشان ما نقعش في الخطيئة عشان نرضي ربنا دي تقريبا الخطوط العريضة اللي الناس كتيرة بتفكر أنه لما تفكر في المسيحية هي دي المخيطة وطبعا أنه فيه صليب وأنه رب شال خطيئنا وده كلام سليم مئة في المئة بس فيه شيء كأنه في الجزور من تحت في الأساسيات ناس ما بتاخدش بالها منها وزي ما حضرتك تفضلت وقلت كده موضوع الهوية ده ممكن لما حد يسمع على العنوان ده يقول يا عمي ده موضوع جانبي مش انترستد قوي لكن لو موضوع مثلا عن الشفاء موضوع عن السلام عن المحبقة وكده يشد الانتباه أكتر لكن الهوية ده حاجة خفيف موضوع مهم جدا موضوع جوهري في غاية الأهمية جدا 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 ناس مش بتدرك وعشان كده لي لأنه أساسا الشيطان احنا عارفين أنه هو الحية الحية الخداعة كما خدعت الحية حواء فيه خداع خداع إبليس دايما بيعمل الحية بيجي تعمل إيه إنها تعمل العملة تضرب مصيبة جامدة جدا ويتحاول إنها ما تكونش بينها أو ما تديش أهمية للموضوع فإحنا محتاجين نفهم بحسب فكرة الله إيه الحاجات اللي الروح من خلال كلمة الله بيشدنا ليه وبيقول لك يا مؤمن خلي بالك جدا جدا ده موضوع في متألة أهمية أدخل بقى ليه موضوع مهم آه من فضلك يعني خلينا نتواعي من البداية من البداية من سفر التكوين أكتر حاجة أو أول حاجة إبليس حاول إنه يهدمها أو توقتاك كده يهجم عليها كان هو موضوع الهوية إزاي في ناس كتيرة بتفكر إنه القصة إنه آدم وحواء أكل ومن ثمر الشجرة ده يبقى هو ده ومأتعوش ربنا لكن وراء الكلام ده إيه اللي إبليس عمله اللي ترجل اللي حرك حواء تجاهنا تقع في الخطيئة إنه قال لها لا هو فعلا ربنا قال لكم إنه ما تاكلوش بكده بعث على فكرة أنت لو أكلت من ثمر الشجرة حتكوني مثل الله حتكوني كالله ستكونون كالله إيه الموضوع هنا أو إيه المعنى اللي عايزة يوصل له إنه كانهم الشيطان بيبع لها منتج ولها عايزة تكوني كالله عايزة تاخد الهوية دي تكوني زي الله هو إيه اللي عمله الشيطان هنا بيحاول يبع لها حاجة هي عندها بالفعل ده من الأساسا زي ما حضرتك تفضلت وابتديت ما هو يعني قال للمرأة أحقا قال الله بالزرع يعني أول جملة الله وقال الله ليك النور تكوين واحد ثلاثة تكوين ثلاثة واحد أحقا قال الله كلام الشيطان تشكيك في كلام الله وفي دايرة إيه بصفة خاصة إنه الهوية ده معنى إنه بيحاول يقنحها تكونان كالله تكونان كالله طبعا أساسا أنتوا يا آدم وحوا أنتوا مخلوقين على صورة الله ومثاله زي بالزبط أحكي لك حاجة كسة كده بسيطة وممكن تضحك حضرتك عندك الشعر الناعم كده الجميل كده واجي أقول لك أخي نزار أجيب لك صورة ليك وأقول لك بص الشعر الجميل دوت ده شعرك وصورتك أنت بالزبط تحب أعمل لك زرع شعر ويبقى عندك الشعر الجميل دوت تقول لها وإيه لو تصدق الكسبة تصدق هي بيدها لأنه تتالي خف الشعر بس شعرك حلوة يعني مش شعر المصر المفال في لده لكن الشعر كأني عايزة بقى لك حاجة أنت عندك الشعر دوت بس أجي يقول لك وحدهولك بسعر خاص وحيطلع شعرك جميل وبص الصورة هخليك زي الصورة دي بالزبط ويبتدي أخ نظار يصدق جرجس ويقوله آه ده الصورة دي جميلة طب ليه ما يكونش مع أنه أخ نظار دي صورتك ده أنت ده ده أنت أنت على صورة الله ومثاله ليه بتحاول تعمل حاجة أنت بالفعل هي دي هويتك إيه اللي عمله الشيطان بقى أوصل للنتيجة إنه شككه فهويته حاول إنه يسلب منه الهوية ديت حاول إنه يشوه الهوية ديت ويوري له كده أنت ما عندكش الهوية ديت بنشوف الكلام دوت كمان بقى إيه ده مش بس في البداية مع صف التكوين لكن كمان بنشوف إنه ده مخطط إبليس على مدى العصور إنه دايما بيحارب تجربة الأساسية ناخد مثل رب يسوع في المشهور به إنه في جبل التجربة والتجربة اللي مر بيها الرب يسوع كان الشيطان جاي يحاربوا إزاي إن كنت أنت إيه ابن الله بيشككه في هويته نفس الحرب عزيز المشاهد نفس الحرب إبليس عايز إنه يحاربك بيها دي التجربة الحقيقة إنه يشككك أنت المؤمن لما يشوفش هويته ويبقى على أرض صالبة عارف هو مين في المسيح يسوع خلاص يبقى ملتشى للشيطان إنجاز التعبير دي الحرب الشعناء اللي دايما إبليس ليه بقى؟ ممكن تبدو إنها حاجة بسيطة يعني إن أنا ابن الله مش ابن الله حاجة سنوية لا ما نقدرش نقول كده ده ده هو الأساس اللي بيتبنى عليه كل حياتنا الروحية وحنشوف مع بعض النهارده أشجعك إنك تكمل معنا الحلقة عشان الصورة تكمل المعركة لو أنت ابن الله ورينا كده أنت فعلا هتقدر إنك تحول الحجر ده اللي خبز لو أنت ابن الله ارمي نفسك من المكان دوت التجارب المختلفة بتيجي أساسها أو إبليس بينجح إنه يدخل في ذهن المؤمن أو يوقعوا في الخطيئة إنجاز التعبير النقطة البداية لو انتصر إنه يشككوا في هويته عاوز يسلب الهوية بالضبط لكن برضو ذهن الإنسان معركة حرب فالسؤال اللي عاوزك تكلمنا فيه وتكلم أحباءنا المشاهدين أي هوية تختار وأنا عاوز أسمع يعني منك أنا كمان في موضوع أي هوية تختار بحب القصة جدا يمكن معظم المشاهدين عارفينها ويمكن الأطفال عارفينها كويس جدا بس بتوري الموضوع دوت بصورة فيه كصة أنه فيه عيلة كانت طايرة كده في طيارة خاصة وفي وقت من الأوقات وهم طايرين حصلت عصفة وطايرة وقعت وقعت في جزيرة وهو كان أبو وأم وأخين أو يعني مش بذكر أي المهم فيه طفل صغير لسه بيبي صغير قوي هو اللي نجى بس على الجزيرة كلها والجزيرة ده ما كانش فيه غير أرود ومع الوقت فيه زي قردة كبيرة كده أخدت الطفل ده وربته طرزان طرزان أيها كصة طرزان كصة طرزان دي يمكن فاني متحقة شوية لكن دي حقيقية في حياتنا الروحية ليه؟ لأنه طرزان ده تتربى في وسط أرود الأرود علموه أنه يتكلم زي الأرود ينط زي الأرود يتصرف زي الأرود يهرش زي الأرود يأكل زي الأرود يتحرك يمشي زي الأرود كل حاجة بالرغم أنه هو أساسا هو بني آدم هو مش قرد لكن بني آدم لكن المحيط والمجتمع الحاجة اللي تتربى فيها شكلت فيه فرضت عليه هوية تانية خليته تعيش في حاجة تانية وللأسف ده اللي الشيطان بيعمله أنه بيخلي ولاد الله إحنا اللي مخلوقين على سورة الله ومثاله ينبغي أنه كمثالة كذلك نسلك نحنه أيضا أنه للأسف الشيطان بيفرد على الإنسان ده على مرة العصول لكن في هذا الزمن أكتر أخنزان من أي وقت مضى بيفرد عليه هوية يا إما هوية مزيفة يا إما هوية خطئة خطئة يعني فيها الخطئة أنه أنا أشوف دايما نفسي لا أنا دايما أنا كذاب وأنا ما بعرفش أوقع أقف عن الكذب هوية فيها كذب فيها هوية مشوشة يعني كأنه الدنيا ديستورتت كده كأنه تلاقي دلوقتي اللي بنتاشر جدا أنا مش عارف أنا ولد ولا بنت أنا راجل ولا ست مش عارف مش عارف هويته وعم بيختار كمان والقوانين عم تسمح لأنه مشوش الإبليس قاعد يضرب وهذا الزمن يا أخ نظار بقوة بشراسة في دايرة الهوية بطريقة شرسة جدا جدا وبنشوفها بتنتشر أكتر وبقيت بتتحول زي ما حضرتك قلت حتى لقوانين أرجع لموضوع طرزان دوت أنه تربى وعاش بطريقة ديت لكن في وقت بقى أنه لما في ناس اكتشفوا أنه الجزيرة ديت ولقوه بالطريقة دي أخدوه وابتدوا يعلموه إزاي أنه يرجع أنه يكون إنسان وبطريقة أو بأخرى إن كانت حاجة متحكة لكن هو دا حقيقتنا إحنا توهنا إحنا أخطأنا الهدف إحنا وقعنا في الخطيئة في اللي حصل إنه كأنه طبيعة الفزدة طبيعة تانية الهوية اللي إبليس حاول يفردها من زمان يسلب من الإنسان هويته إنه هو على صورة الله ومثاله وعايز يقنعه أنت أنت خاطئ أنت مشوش أنت فاشل أنت زاني أنت أنت ويتلاقي دا بالطريقة دي بنلاقيها في المجتمع في تربيتنا تلاقي الأب بيقول للإبنه كده أنت طول عمرك هتفضل فاشل أنت مش هتفلحي أنت غبية ما بتفهميش خالص إيه دا المجتمع التربية سواء في المدارس سواء في البيوت للأسف أبا ومات بجهل بعدم معرفة بيتحولوا إلى آلات في يد الشيطان علشان إيه عشان يفرد الهوية المزيفة أو الخاطئ أو البيضة دي كلها عشان الإنسان يقول آه أنا وصلت القناعة أنا حفضل طول عمري فاشل أبقى شايف نفسي فاشل مع أنه كلمة الراب بتقول أنت ناجح أنت ناجح كان الراب مع يوسف فكان الرجل الناجحا ولا تكون إلا فرحا أنت الراب عايزك فرحا لا أنا عارف أنا دايما كئيب ووشي بوزي كده أنا طول عمري من شخص مش اجتماعي لا ده الرب قال لك عشان تكون شخص اجتماعي أشوف كلمة الرب في الواقع أخي نظار أنه كلمة الله هي المراية الحقيقية لهويتنا عشان كده من أعظم الآيات في الكتاب المقدس لأي مؤمن إبل الرب يسوع في كرونسوس تانية ساعة الخامس وعدد سبعة تاشر أشجع كل مؤمن أن يحفظها إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت وذا الكل صار جديد أنا خليقة جديدة أنا ما ينفعش إن أنا أسيب صوت إبليس إنه يفرد علي ويقول لي لا ما أنت طول عمرك أنا يعني هو في حد بيغير اتباعه أنا طول عمري غضوب أنا طول عمري كذا كذا ليه لأننا إبلنا كده لا أنا أحتاجي إن أنا أجي ويتجاتت زهني وقبل من الرب إيه اللي كلمة الرب بتقول عني لأنه مراية الكتاب يقول كده لما حد بيبص في مراية بيبص على وجهة خلقته يعني أنا شكل إيه ولازم أسد آه أنا كده مخلوق على صورة الله في البر والقداسة هذا من بعد ما استرد المسيح الصورة اللي تشوهت الصورة الأصلية استردها الرب يسوع المسيح والشيطان دائما عاوز يدمر يعني هاي صفة الشيطان بقول الكتاب لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره ومرتين بيقول يقتنسنا لإرادته يعني حتى الإرادة بتاعتنا بتستسلم وبتتشكل بحسب إرادة الشيطان منصير نصدق الأشياء الخادعة المزيفة المضللة كأنها الأشياء الصحيحة كأنه نبوة إشعية تمت خمسة عشرين ويلون للقائلين عن النور ظلام والظلام نور الخير شر والشر خير المر حلو والحلو مر وده العصر اللي منشوفه إحنا فيها الأيام إنه بيولد وبعدين مش فاهم الهوية وبحاول مش عارف كيف يحدد أو يختار الهوية على فكرة نظار كمان على حتة إنه مش عارف الهوية ومش عارف يحدد الهوية أحد العلامة اللي ناس كتيرة واضح إنها مش عارفة الهوية بتاعتها إنه ناس كتيرة زي ما قلنا قصة آدم وحواء إنه ناس كتيرة بتحاول إنها تصير حاجة هي الرب بتكلم إنه ده أنت بمعنى إيه إنه في ناس كتير بتحاول إنها مثلا تعمل البر عشان تصير في نظر الله إنها ده شخص بار أو ده شخص قديس أو ده شخص طقي بحاول إن أنا بأعمالي أعمل حاجات معينة عشان أكتسب أو عشان تتحقق في حياتي هوية معينة السورة بالمقلوب الفكر الشخص اللي فاهم كلمة الله صح واللي فاهم موضوع الهوية صح الدنيا بتتصلح معي إزاي بقى إنه لأن أنا ابتدت أفهم وحصل لي الإعلان الاستنارة الروحية ديت إن أنا عرفت أنا مين في المسيح فبقيت من خلال الهوية دي أتصرف وأسلك في حياتي فما بقيتش محاولات فإذن الهوية بتأثر على السلوك بالضبط لابد أنه تعكس السلوك يعني يعني اللي عنده هوية في الرب وخليقة جديدة لابد أن يعكس صورة المسيح هوية المسيح طبيعة المسيح صفات المسيح الشهادة عن المسيح أعمال المسيح مش بحاول بجهد بقوة بتقوى إنه أسلك يعني حتى أرضي الله بالضبط يعني حاجة أكيد مشاهدين كثيرين اللي يعرفوها أو سموها قبل كده إنه الخاطي بيخطي لأنه خاطي مش لأنه بيخطي هو خاطي بمعنى أنه لأنه هو بالخطية ولدتني أمي دي طبيعته دي هوية طبيعة الساقطة طبيعة الساقطة موجودة فالمصنع بيطلع خطية صح مش لأن أنا بعمل خطية فأنا بقيت لا لأنك أنت خاطي عشان كده فيه ناس كتير بتحاول تحل مشكلة الخطية دي بطريقة خطأ إنه بتحاول توقف الإنتاج من المصنع باطل كل ده تعب فاضي لكن لأنه لما المصنع يتغير إنه بقى مصنع تاني إن كان أحد في المسيح خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت كل صار جديد فلأن أنا بقيت شخص جديد فبنتج أمور مختلفة تماما عايزة زي مثلا ببساطة إنه ما ينفعش مثلا يعني نقول إن الكلب بيهوهو علشان يكون كلب يعني لو أنا هوهوت دلوقتي مثلا هوهوهوهو ده مش هيخليني إن أنا بقيت كلب ولا الأطة لأن أنا بقعد نيو 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 فأنا بقيت قطة لا دي القطة لأنها قطة فهي بتنونه وطالع منها بالطريقة دي والأسد بنفس الطريقة الأسد بيزقر لأنه هو أسد في ناس بقى مؤمنين بيحاولوا إيه إنه يزقروا ويعملوا ويعملوا عشان يحاول إنهم يبقوا أسود الدنيا مش كده لأن أنا في الطبيعة دي فبنفس الطريقة عايزي أوصل الكونكلوجين يعني في الحتة دي إنه البار لأنه بار بيعمل أعمال برا مش إن أنا بحاول أعمل أعمال برا برا علشان أصير شخص بار في نظر الله النهاردة بشجعك إنك كفى سراحة الحياة مع الرب كده فيها راحة إن أنا أنا بأبل عمل الرب في الصليب عشان كده أي شخص بيسمعني النهاردة جواة ضمير الشكاية ضمير اللي تعبئ بسبب أنه بيفتكر خطايا الماضي وامور اللي عملها الصعبة اللي مش قادر يسمع عنه نهاردة تعالى عند الرب أنت بتحاول إنك تكفر عن اللي عملته إنك تصلح اللي عملته إنك تصير شخص آخر مش لما تبتدي تعمل أعمال أفضل أنت حتتحول لشخص كديس لأ أنت أقبل بالنعمة اللي رب عمله في حياتك في الصليب إنه ياسوع صار لنا قداسة بر فداء هو ادانا البر هو اللي بررني فأنا بقيت شخص بر في المسيح ولأني خلي بالك من الحتة دي أخذ إنه لأني اقتنعت وشفت إن أنا بقيت بر إيه ده أنا بقيت بر ده معناه إنه ما يفعش يطلع مني السلوك ده فإذن تأثير الهوية على السلوك لو سألتك إنه ممكن تعطينا بعض الآيات اللي هي توضح الفكرة أكتر شو أنواع السلوك اللي أنا الله بيتوقعه مني ده دي نقطة حلوة قوي اللي حضرتك أثرتها لأنه حقول حاجة يمكن ناس كتير أنا بالنسبة لي كنت بعاني منها لأنه جاي من خلفية كده كل طريق التفكير لأنها بحاول أرضي الرب إزاي لكن لما شفت الحق اللي في الكتاب إراية الكلمة مختلفة كتير قوي من المشاهدين ممكن أو من المؤمنين حتى لما يقروا مثلا معروف أنه فيه العهد القديم وفيه الأنجيل اللي بنشوف فيها أعمال يسوع وبنشوف فيه الرسائل الرسائل بولوس مليانة كده وصايا وزي السلوك في الكنيسة وسلوك المؤمنين فكتير ممكن نقرأ الآيات دي على أساس أنه دي وصايا المفروض دي مؤمن تعمل إيه ومفروض دي مؤمن تعمل إيه حد دي مثلا زي محضتك تفضلت كده تفضل من مثلا في رسالة أفاسوس لو نقرأ كده رسالة أفاسوس والإسعاه الخامس من العدد الأول بولوس بيحس المؤمنين بيقول فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح وأسلم نفسه وأما الزنا وكل نجاس أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليكم بالكدسين ولا القباحة ولا كلام السفاهة كل الوصايا دي إزاي السلوك زي ما تفضلت وقلت كده والهزل لا طليق بل بالحري بالشكر وزي إنه ما ينفعش إنه زاني أو نجس أو طمع إنه يرس ملكوت الله كلها سلوكيات عن النجاسة والمحبة والحاجة زي كده أنا زمان أنا هتكلم عن نفسي بس أنا متأكد إنه في ناس كتيرة بتفكر زي كده كنت أقرأ الكلام ده يا رب ديني إنه بإسمي يسوع ما أعش في النجاسة والزنة يا رب ديني أسلك بالمحبة إنت وصيتك عايزني إن أنا أسلك في المحبة دي فأنا هحاول بكل طاقت إن أنا أعمل كده ممكن أقرأ الآيات دي بطريقة دي لكن الآيات دي مش بتقول كده أنا عارف إن ده ممكن يصعق الناس بتسمعني دي الآيات دي بتقول إيه كتير قوي بنسيب الآية الأولى المفتاح فكونوا متمثلين بأولاد الله كأولاد أحباء بداية بولوس بيعمل إيه بيقول لأن أنتو لأن أنتو متمثلين بالله هويتكو في الله ولأن أنتو أولاد ولأن أنتو أحباء ثلاث حاجات خصائص في الهوية من منطلق الأرضية دي لأنكو دي هويتكو فلابد إن ده اللي يطلع منكو ناس كتيرة بتحاول بقى العكس أو تخطي قادي النقطة دي المفتاح للآيات دي عشان عايشها أنا عايزي شجعك عزيزي المشاهد لو أنت بتصارع توقف قدام الزنا بقى لك تقول أنا حاولت وخليت ناس تصليلي وصمت وحاولت كل اللي تقلي عليه أعمله وسمعت وعزات كتيرة المفروض ما تعملش كده وأنا عارف يا أسيس المفروض ما تعملش كده بس مش لاقي نفسه مش قادر إن أنا آه كده أقول لك مفتاح أساسي يا أخ النزار إنه الشخص ده غالبا بيبقى شايف نفسه إنه شخص خاطي تلاقي لغة مؤمنين كتيرة في كنيس كتيرة كده بس أنا الخاطي أنا التعبان أنا البائس وكده صح ده كان مضيك بس ما ينفعش إنه الشخص قبل الرب يسوع يفضل يقول على نفسه كده لا أنا المفروض أتكلم بكلمات الحياة عن هويتي أنا بقيت في المسيح خاليقة جديدة أنا بقيت ابن أنا متمثل بالله أنا محبوب لما أتكلم بده تقول لي لا 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 ربنا يحمينا من كبرياء وليه أشوف نفسي بالطريقة دي أقول لك ده كبرياء لو كنت أنت شايف أن ده أنت بنفسك ده في الواقع الناس اللي بتحاول تعمل كده ده هو ده قمة الكبرياء لأنك أنت بتحاول بعضلاتك أنك تصير مكانة روحية معينة لكن الاتضاعة الحقيقة تقول أنا خاطئ أنا ولا حاجة لكن بقبل بالنعمة الهوية اللي الرب عملها فيه اللي الدهاني هدية في الصليب الخليقة الجديدة وبفتح الباب يا رب أنت عندك الجرين لايت أنت عندك النور الأخضر أنت من خلالي أعمل بقبية وقف النجاسة أعمل كل حاجة المفتاح الأساسي في الانتصار على الخطيئة أخ النزار هو أن أنا أشوف نفسي أن أنا ابن لله أنا عملت على فكرة في وقت حبيب أحب وأن أنا محبوب جدا كلما أشوف أن أنا محبوب واتغزة زي المزمور كده موسى كان بيقول في مزمور تسعين أنه كل يوم يا رب لما بصح كده اشبعني بالغداه من رحمتك يعني حددتك تعرف العبري أكتر رحمتك دي الخسد اللي فيها كمان المحبة اللي فيها العهد كده اللوفين كايننس بتاع ربنا فأنا لما بشبع بحب وأن أنا محبوب جدا بلاقي واجهة كل يوم ألاقي أنه خلاص أنا منتصر على الخطيئة والآيات اللي بيقول كده يعزوا انتصارنا باللذي أحبنا وأنه أنا منتصر على الضعف والخطيئة دي ما بقتش الشعارات بقولها دي بقت حياة طبيعية وببساطة وبسهولة جدا أخي نظار هحكي لحضرتك حاجة لما ابتدى النور دي نور قدامي عملت أكسبريمت عدت قلت أجرب حاجة لأن أنا كأسيس كنت برع ناس فأنا دايما مثلا اللي سيبه بواجه زي أسس كتيرة مشاكل زوجية كتير قوي فمن مرة المرات قلت لما النور ده كده عايز أجرب بالموضوع ده ففي اتنين كابل كده عندهم مشاكل دايما والسنين بحاول معاهم ويهديكي ويهديكي وحاول النقطة دي بتزعل جوزك وكل الكانسلينج الطبيعي بس مرة قلت لها هي بتقول لي أنا عمل كده فأنا اضطريت أعمل كده زي ما كنت قلت لها معالي ربنا عارف أنه أنت ضعيفة وكده المهم التوبي وترجعي الحلقات المفرغة بس في وقت رحت عملت حاجة كده قلت لها أنت أميرة أنت ملكة أنت بنت الرب إيه السلوك المفروض تعمليه سكتت في المكالمة بعد لما كانت بقى صوت التليفون كده صوت كأنه بعد السماعة عشان أنت عارف ممكن بقى في الكنسل حاجة زي كده إيه سكتت خالص وفي خلال أسبوعين تحولت إلى شخصية السلوك اختلف 180 درجة قلت ساعتها اللحظة اللي اكتشفت وابتدت تشوف هذا صحيح أنا صحيح بتكلم وكتير ناس كتيرا من المؤمنين يقولوا أنا إنسان وأنا ضعيف وأنا كذا لكن أنا عايزة أقول كل شخص بيشاهد أنه لا أنت مش إنسان طبيعي أنت ساكن فيك الروح القدس أنت خليقة جديدة لما نبتدي نشوف هويتنا أخ نزار سلوكنا هيختلف هنا بنشوف إزاي أنه لأن أنتم متمثلين بالله لأن أنتم أولاد لأن أنتم أحباء هتلاقوا نفسكم عشان كده دي القوة اللي بتدفع الشخص تدفع ضد الزنا عايزة أنا وقفت يمكن عند الآية الأولى دي يعني عشان أشرح باستفادة يعني كنت عايزة أقول أنه رسالة أفسوس هي بالحقيقة رسالة السمويات هي رسالة السلوكيات في المسيح وهذا الشيء اللي بشجعنا واللي بعزنه وكمان أنه إحنا صرنا شركاء الدعوة الإلهية شركاء الدعوة السموية شركاء طبعا الطبيعة الإلهية يعني صرنا شركاء في الطبيعة كلمات قوية شركاء الروح عارف كلها هاته بتعطينا هوية أنه أنت يعني بصورة عالية جدا 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 يعني الملك ما بينفع أنه يتصرف مثلا مثل رعاع القوم أنت ملك أنت أمير فعلا نفس الكلمات اللي حكيتها في الكاونسلينج مع الكابل يعني وعايز أرجع عشان فيه ناس يحصل لها تشويش في الحتة دي ده مش معناه دعوة أنك أنت تشوف نفسك كده فوق الكل أو أحسن من كل لا بكل تأكيد لأنه يسوع وهو معلم كان بيخدم وكان بيخسل أقدام التلاميذ فهو ده مش دعوة للتعالي أو أنك تشوف أعلى نفسك من غيرك لكن تعرف أنت مين وبتتصرف بالطريقة دي عايز أقرأ يمكن عشان للوقت يمكن كام آية بس عشان أكد وعايز أشجعك عزيز المشاهد لما تقرأ في الرسائل الوصايا دي ما تشوفهاش كانها حاجة عجزية أو كانها وصايا بناخدها بروح العهد الأديم أنه لا تقتل لا تزني لا تعمل كده لا يبقى إيه اللي تغير يبقى يسوع كأنه يعني كأنه بيعيد اللي حصل لا ده بيقول لا 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 أنت دلوقتي فيك بقيته شركاء الطبيعة الإلهية وعشان كده بتهربوا من الفساد اللي في العالم عشان أنت عندك الإمكانيات دي لأنه لو أنت مش شايف عندك الإمكانيات مش هتقدر مش هقدر لو الطيارة مش شايفة أن عندها جنيح وتقدر تتيح مش هتفكر أنها تتير بنفس الطريقة آية تانية كده بوتروس كمان مش بس بولوس يقول في الرسالة الأولى وإصحح 14 كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهلتكم بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قدسين في كل سيرة لأنه مكتوب كونوا قدسين لأني أنا قدوس وإن كنتم تدعون فعدد 17 دي جميلة أوي لو أنت بتدعوا أبا الذي يحكم بغير محباه فسيروا زمان غربتكم بخوف لو أنت بتدعو فعلا لو أنت بتقول أنك ابن لله لو أنت ده أبوك فعلا يبقى النتيجة التلقائية أنك هتلاقي نفسك بتسير زمان غربتك بمخافة الله سلوكك بيختلف بسبب إدراقك لهويتك أنت مين ده نقطة خطيرة جدا بنشوفها هنا وأكمل كده برضو في عدد 22 في نفس الجزء طهروا نفسكم نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية هنا بقى عشان الخطايا ضد المحبة وإزاي بيحسوهم على المحبة فأحب بعضكم بعضا من قلب طاهر بالشدة مولودين ثانية لا من زرع يفنى هنا بيقولهم لأن انتوا في كل خالقة جديدة لأن انتوا مولودين من فوق في الأصل بالزبط فالنتيجة أنه هتطهر نفسك ده نتيجة عايز أشجع كل شخص أن تشوف أن السلوك في القناة بالزبط لأنك لأن في اليوناني الأفعال هي واسعة جدا شيء صار وكمان مستمر أنه يصير يعني بشيء استمراري مع عشان كده أنا اللي عايز أوصل أنا مش عايز أنها تكون مجرد إراءة لأيات كتير بس المعنى أرجو أنه يكون وصل للمشاهد أنه كتير قوي دي المشكلة أننا بنعمل حاجات عشان نصير حاجة هي قريدي ده إحنا طبعا الموضوع مش أنك تعملها عشان تحاول توصل لها الموضوع أنك تقول له يا رب كده اديني أن أنا قابل ده اديني الإعلان ده اديني أن أنا أشوف بعناية أنا مين في المسيح يسوع ولما أدرك ده أبتدي أعيش من خلال إدراكي لهويته هي دي الرسالة النهاردة اللي على قلبي فيه صارخة يا أخي النزار أنه كل شخص يستقبل لأنه في ناس حياتهم متشقلبة وتعبنين في صراع في حياتهم الروحية في عذاب أنهم بيحاولوا يردوا ربنا وعارفين أنه لما بيقع سايكل أقوم أتشجع وخلاص أنا هاخد خطوة مع الرب ومش هقف الخطيئة وكده واتشجع وحضر الكنيسة وكده وشوية أضعف واقعة تاني وحس بالزنب ولا أكيد الرب مش هيبالني هو حيبالني كم مرة وعارف السايكل أيوة لكن السايكل دي بتتكسر أن أنا عرفت أوبس ده أنا ملك ده أنا ابن لله ده أنا قديس في المسيح ده مش كبرياء أن أنا أقول قديس لأنه هو اللي عملني صار لكم قداسة بر فداء ده اللي عمله يسوع أنا بأبل يسوع عمله في حياتي فنتيجة أن السلوكي بيختلف يعني حتى في أفسص حاح أربع للآية الأولى فانظروا كيف تسلوكو كما يحق للدعوة التي دعيتم إلها في دعوة فأنتي أسلوك بمجبهة أسلوكو بالمحبة أسلوك كحكماء أسلوك كحكماء يعني كلمة حكماء دي مثلا من الحاجات اللي تلفت الانتباه أنه في رسالة أفسص انظروا كيف تسلوكون بتطقيق لا كجهلاء بل كحكماء ما بيقولهمش أسلوكو بحكمة لا كحكماء يعني شوف نفسك حكيم فتتصرف كالحكيم يعني دي ده قلب الموضوع أخي النظار أكيد وبشجع المؤمنين أنه أن لا تسلوك كما يسلوك سائر الأمم ببطل ذهنم تصار عندك ذهن مستنير مليان في الرب في حضور الله اعكس هذا الحضور في حياتك وعشان كده مهم جدا كل واحد بيشوفه أنت بتقول على نفسك إزاي أنت شايف نفسك إزاي في صفر الأمثال كما شعر في نفسه وحتى في الترجمات بتقول كما يرى نفسه هكذا هو يعني زي ما أنت هتشوف نفسك هتعيش كده هتشوف نفسك خاطي وضعيف قدام الخطية وتفضل تقول أنا ضعيف قدام النجاسة جسوات ما يزرعوا على الإنسان إياه يا حسد هتلاقي نفسك بتقعها شايف لا أنا أسد أنا منتصر في المسيح هتشوف نفسي بحسب مراية الكلمة وابتدي أتكلم ده تقول لي لا أنا ما أحبش أضحك على نفسي أنا أصل شخص حقيقي مع نفسي أنا ده أنا واقع في النجاسة فلازم أقول كده أقولك لا ده ده عدم إيمان ده ده تسلوك بالجسد لأنك أنت بترفع العيان فوق كلمة الرب أنت المفروض تصدق يعني أنت مؤمن مؤمن يعني أنا مصدق حاجة حتى لو أنا مش شايفها وبعلنها على حياتي أنا بعلن أنا الكديس أنا في قمة الوطي أنا في الحديد أنا في حالة صعبة جدا ابتدي اتكلم على نفسك ليقل الضعيف بطل أنا بالرب مش لما يصير بطل مش لما يشوف البطولة يبتدي يتكلم ليقل الضعيف بطل أنا بالرب هده المفتاح وأتكلم البطولة فالنتيجة تحصل إيه أن أنا هتحول وأشوف سلوكي أو حياتي مظاهر فيها كده فعلا مظاهر البطولة مظاهر الانتصار مظاهر البر والقداسة هي اللي بتغلب في حياتي يعني أنت ذكرتني بحادستين في العهد القديم مكتوبة عن موسى تسعة ستة خروج صحاح تسعة أي ستة ولم يقدروا أن يسمعوا لموسى بسبب العبودية القاسية ولصغر النفس نقطتين كتير كتير عبودية قاسية وصغر النفس والحادس الثاني لما موسى بعت الجواسيس الاثني عشر رجعوا عشرة قالوا كنا في أعينهم كالجراد وهكذا كنا في أعيننا يعني أوكي العدو طويل وعملاق بس أنا كنت في عيني في نظر عيني أنا كمان كنت جراد ولكن يشوع وكالب بن يفنى تكلموا كلام إيمان كلام إيمان يشوع قال بل هم خبزنا وكالب قال إننا قادرون على امتلاكها ولما بتنظر في سفر العدد صحاح 14 الرب بيتساءل بتعجب حتى متى لا يصدقونني يعني مش عم بيصدقوا الآيات ولا يشوفوا من الرب ومع كل ذلك بعدين بنفس الصورة بنفس كيف تصوروها عن أنفسهم ظلوا في هذه الصورة والنتيجة كان في عقاب شديد في الواقع نظر المثل اللي اديته من سفر العدد واللي حصل مع كالب ويشوع والعشر جواسيس ده نقطة مهمة جدا لأنه ده حتى يخليني بشوف القصة دي إنه تأثير الهوية مش بس على السلوك في القداسة أو حياة البر العملية لكن كمان إن ده مفتاح أساسي الهوية معرفة الهوية مفتاح أساسي ليه في ناس بتعيش الدعوة الإلهية والمقاصد الإلهية في حياتها واللي الرب كان عايز يعمله في حياتهم وفي ناس تانية بيموتوا في البرية أو ما بيعيشوش الدعوة دي المثل اللي حضرتك قلته مثل واضح لأنه في مجموعة العشر جواسيس شافوا عنيهم إنهم زي الجراد ويقبلوا صدقوا صدقوا الكلام ده وشافوا النظرة دي وصدقوا اللي بيحاول الشيطان إنه يفردوا عليهم وهكذا كنا في أعينهم يعني كمان الأعداء بيقولوا أنتوا جراد فصدقوا للشيطان قالوا عليهم إحنا جراد إحنا جراد وإحنا شايفين نفسنا جراد كانت نتيجة إيه؟ العشر جواسيس واللي صدقوهم كلهم ماتوا في البرية ما عاشوش الحلم ما اتحققتش الدعوة عزيزي المشاهد المقاصد لو الرب يكلمك على دعوة على خطة عظيمة وده لك وعود فيه كلمات نبوية على حياتك إنه حيعمل من خلالك أمور عظيمة وإنت حسس إنه مش عارف ليه لغاية دلوقتي مش قادر تشوف ده مفتاح أساسي أخ النظار إنه لما المؤمنين بيشتغلوا على الهوية بتاعتهم يعني إيه يشتغلوا يعني إنه بيقضي وقت أنا أنا بحتاج أنا ده فرق معي في حياتي الشخصية لما بقضي وقت أسيب ربنا يرمم صورتي عن نفسي إن أنا يا طرح أنا شايف جرجس إزاي أنا شايفه إزاي شايفه من خلال الماضي من خلال الوقوع الاختبارات اللي عاشها والسقطات اللي عاشها أو اللي كان العالم والناس اللي معايا في المدرسة بيقولهولي ولا المدرسين ولا يمكن تربية الناس كانوا بتقولهولي وسبدقت ودخل تغلغ الجواية ولا كل ما بسيبها أنها تغير وتجدد رؤيتي عن نفسي فالنتيجة إنه لما بسيب ده بانطلق في الدعوة الإلهية أكتر ده اللي عمله كالب كالب قال إيه بقى إنه لا ده هم خبزانة نصعد ونمتلك لأننا قدر شايف نفسه أسد شايف إن العدو ده ده إحنا هنأكلهم هنأرقشهم إيه ده شايف نفسه إيه انت فاكن نفسك مين يا كالب عمر 85 أعطني هذا الجبل قال كالب لا يشوع بالضبع أعطني هذا الجبل يعني تقايل إنه حتى العمر ما كانش عائق أو محدد لعمل الله من خلاله لأنه شايف نفسه إنه شباب أحد الهوية وبتاعتي أخ النظار أنت دايما شباب أنا أولا ما دخلت عليك نهاردة خلاص أنا بأسير أشجع حالي إنه أنا شباب بالضبط كده لأنه كلمة الرب أنا مش بحاول أعمل حاجات نفسية أنا بشوف كلمة الرب في حدود كلمة الرب الرب بيقول يجدد مثل الناس الشبابك خلاص يبقى كلمة الرب هكذا فيه آيات يعني حاجات كتيرة ورح متوسع في هالموضوع هذا أغجر جسم بعد إذنك بس فعلا بحب أعطي فرصة للمشاهد أنت عم تسمع ويمكن بنفسك تسأل وتحكي وتعبر الرقم الهاتف أمامك وفيك تتواصل كمان معنا عن طريق الفيسبوك وعلى فكرة منحب نسمع منك ومنحب نسمع تعليقاتك وتساؤلاتك وإذا محتاج للصلاة بكل سرور وبحب أأكد لك أأكد لك أنه فيه جيش من المصلين اللي رح يرفعوك للسماء في صلواتهم حتى تسترد قوتك وطاقتك وتتشجع أنه اللي فينا أعظم من الذي في العالم ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع ضيف الحلقة الأخ جرجس حليم مسؤول عن خدمة العطاش أخ جرجس يعني أنا بشكر رب من أجلك لأنه فعلا بالكلام فعلا عم بيوصل الصميم احنا ابتدينا واكتشفنا أنه احنا نفس الفكر في الموضوع لما تكلمت عن يشوع وعن وعن كالب وهذا شيء أساسي وجوهري بس عاوز نوضح أكتر الفكرة لأنه في مرضو حرب يعني مثل لما ذكرنا عن موسى مش قادرين يسمعوا في يعني العبودية لأنه سنين طويلة وهذا شعب الله في العبودية وبنفس الوقت صغر نفس مش قادر فوضح لنا قبل ما ندخل التأثير الهوية على العلاقات هي موضوع حتى صغر النفس اللي حضرتك ذكرته ده نقطة جوهرية جدا في شعوبنا العربية خصوصا أن أنا بنعاني وزي ده لتأثير لأن أنا شايف نفسي أن أنا قليل شايف نفسي أن أنا أقل من غيري بلغة جدعون مثلا كده أن أنا أصغر أصغر واحد في العيلة والعشيرة بتاعتي دي الصغرى في منسة يعني حاجة قليل نظرتي جامدة كانت معطلة جدعون أنه تقبل كلمة الرب أنه يصدق يعني الهوية دي لها تأثير على الإيمان دي نقطة مهمة أن فيه ناس بتحاول أنها تبني إيمانها ومش قادرة ليه؟ لأنه الجزور حاول أتغذب الإيمان أن أنا أبني إيماني بس كأنه مش مأثر ليه؟ لأنه محتاج أن أنا أبني الهوية بنشوف مثلا في مثلا الرب ياسوع إزاي أنه هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت الرب ياسوع عشان كان ينطلق في الدعوة كان محتاج فيه طبعا ناس كتيرة وعوز كتيرة يقوله إزاي أنه كان نقطة البداية عند نهر الأردن لأنه ده المبصل بين حياته المختبئة واللي هو كأنه الشكله شخص عادي وبين انطلاقته خدمة العلنية الخدمة العلنية اللي بيفصلها إيه عند نهر الأردن كتير بنشوف إزاي أن الروح القدس امتلق في الأردن من الروح القدس وبنقف عند الحتة دي ونركز عليها جدا وده حقيقي بس فيه ناس ما بتاخدش بالها إنه في الأردن حصل حاجتين مش بس الروح القدس نزل عليه إنه طالع جاء صوت من السماء كأنه عشان يطلق في الخدمة كان محتاج يسمع الصوت الإعلان القوي يعرف هويته كده وده مثل لنا مش إنه الرب ما يعرفش بس ده مثل لنا وهو مش محتاج إنه يتملي بالروح القدس هو فيه الروح القدس وكل حي بس كمثل لنا إنه أنت تنطلق في الخدمة مش بس أنت محتاج الامتلاق بالروح القدس أنت كمان محتاج النظار أن خدام يخدموا ويطلقوا في الخدمة ومش سبتين فهويتهم الصغر النفس اللي عندهم العقد اللي عندهم وعدم إدراكهم اللي هم مين وثقاتهم هم فين في المسيح العقد والتعب والمشاكل جواهم بتتعب الناس أكتر وبتطلع أكتر فيسوع كان محتاج يسمع أنت ابن الحبيب ألا زي ومش بس مرة ده كمان مرة في نص السكة عند جبل التجالي أنت ابن الحبيب هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت كأنه الآب عايز يضخ فيه مثلينة الهوية مهمة جدا عشان يقدر يكمل بنفس الطريقة فنقطة الصغر النفس اللي قلتها إيه اللي حصل مع الشعب في أرض مصر إنه بسبب الصغر النفس كده ما قدروش وده بيأثر كمان أخ نظار على كمان العلاقات إزاي فيه آية كده جميلة بحبها لو أرها مع المشاهدين في صفر الأمثال وصع تلاتين إنه بيقول في عدد واحد وعشرين تحت سلاسة تضطرب الأرض وأربعة لا تستطيع احتمالها تحت عبد إذا ملك أحمق إذا شبع خبز تحت شنيعة شنيعة دي معناها غير محبوبة إذا تزوجت وأما إذا ورست سيدتها الأيدنتيتي أو الهويات ديت لو تحطت في المكان لو واحد الهوية بتاعته نظرته الـ DNA بتاعه شايف نفسه إنه عبد مدعوك متأثر بصورته إنه في عبده في نفسه وتحط في مكان إنه يملك أو يقود فيه كنيسة أو يقود فيه خدمة أو يقود فيه أولاده أو حاجة زي كده الدنيا تتبهدل بيقول تحت أربعة تضطر بالأرض الدنيا تتبهدل وياما بيوت مؤمنين متبهدلة ليه؟ مش بنحاول نصلح في سلوكيات ناس وكده That's okay لكن الجزور أخ نظار إنه الناس دي مش عارفة لما قبلة الرب هي مين لما الواحد يعرف أي هو مين بتختلف العبد لو فضل في عانين نفسه إنه عبد وإنه بيحاول إنه يوصل يعمل حاجات عشان ييسبت نفسه إنه ملك أو كده العقد اللي جوه ديت بتبهدل الدنيا حتى لو كان ملك بس بيظل يحكم بروح العبد بالزبط وكتير مؤمنين بدل ما يسلكوا كأحباء كأبناء عم بيسلكوا كعبيد أخطر حاجة لما يبقى شخص عبد أو الروح العبودية دي جواه ويتحط في منصب قيادي أو يمسك عشان كده تلاقي خدمات كتيرة متبهدلة وناس بتخبط في بعض أو واحد بيطلع على الكابت اللي جواه أو أمهات بيطلع على العقد النفسها اللي شافتها في تربية أبوها ليها فأولادها في التحكم في التزمت بالطريقة دي تربية العنيفة جدا لأنها عاشت أما أما مستعبدة بالطريقة دي أو مش بس كده ما شافتش الحب في بيت أبوها أو بيت والدتها ما شافتش دايما كانوا بيهتموا بالأخ أو بالولاد لأنهما دي اللي هو المكينة فالنتيجة النفسية المهلهلة لأنها شايفة نفسها أنها أقل صغر النفس أقل من غيرها النتيجة النفسية الغير سوية ديت وعدم إدراقي لأنا مين في المسيح بتبهدل الدنيا هيطلع في جوازك هيطلع في علاقاتك هيطلع في خدمتك اللي أنت بتحاول تخدم عشان تبارك الرب بس كانوا خدمتك مبهدلة الدنيا أكتر ما هي بتفيد عشان كده العلاج الحقيقي أن الرب يجي رمم النفسية وصدى كده بقى عايزة أرأيها جميلة في إنجيل يوحنى ده بقى من ناحية تانية أنه في إنجيل يوحنى ساحة 13 آية تلفت الانتباه أو عن الرب يسوع يقول إيه أنه قبل صليب وكده بيقول يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي قام من العشاء وخلع سيابه وأخذ من شفى واتذر بها وغسل أرجل التلاميذ في الأول تفكر كده إيه دخل النهو لأنه عارف هو جاي منين وعارف إنه من القاب وعارف إنه ابن يعني كانوا بيقول لأنه عارف هويته مين ما بقاش عنده عقدة ما بقاش عنده مشكلة ما فياش حاجة إن أنا أنزل ده مش هيقلل من قيمتي اللي أنا بعمله مش هو اللي حيحدد هويتي أنا مش بكتسب هويتي من نوعية الخدمة لو أنا بخدم ناسي بأنا مستوى تاني أو كده لا أنا هويتي هي اللي بتخليني بالعكس إن أنا أنزل وأخدم ومش فرق معايا كلام الناس بتقول إيه أو الناس بتعمل معايا إيه أو أنا دوري إيه في وسط مش فرقة في خدمة زي كده إنه فيه الأخ نظار أو هو اللي بيطلع في الشاشة أو كده مش مهم ممكن الناس اللي وراء الكاميرات الناس اللي وراء الأجهزة أو على التليفونات أو كده ده مش معناها إنها أقل بالعكس هي عارفين هويتهم في المسيح فيه قدام الرب مش إنه أقل في الإيمة ولا بسبب الدور أنا لا أستمد هويتي من الدور اللي بعمله بالعكس لأن أنا عارف أنا مين بقيت عند القوة إن أنا أعمل أي شيء مهما كان صغير أو حقير أو بسيط جدا أو ضعيف جدا وبعمله وأنا بفرح يسوع أخذ القوة إنه يخسل الأقدام لأنه عارف هو جاي منين وهو مين لكن تلاقي دلوقتي الناس كتير للأسف وسط الكنيس يقول كده هو إزاي يكلمني كده هو مش عارفه هو بيكلم مين ده أنا جرجس وإزاي يكلمني بالطريقة دي قدام الناس وكده وكده إيه ده؟ ده شخص كأنه من جوة متبهدل مش عارف هويته اللي عنده صغر النفس دايما بيتحطم من أي شيء عاوز يعيش إحساس المظلوم وهو يظلم وعاوز يكذب وبيشرب الكذب وهو عم بحاول يوري البر في داخله لكن كلياتها أوراق تين بيستر عورة لكن بنرجع للكلم الجوهري اللي ابتدت فيها إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديد إحنا مش متكلم على ترميم ولا ترئيع ولا منحاول أنه نصلح هون هناك إحنا متكلم على خليقة جديدة على قلب جديد على طبيعة بتتجدد اللي خلاص يعني بترجع للصورة الأصلية اللي خلقنا الله إلها وبحب أرجع على شيء أنت ذكرته في البداية بس بحب أنه يعني تشدد عليه كمان مرة له إيه المفتاح أو المفاتيح اللي ممكن تتحدد هويتنا أو تظهر هويتنا أنا عايز أقول ثلاث مفاتيح في النقطة دي المفتاح الأول إنه الاتضاع إن أنا أتضاع وأقبل يا رب إنه عايز الهوية دي منك إن أنا أرمي كل مجهودي وأعمالي إن أنا محاولاتي دي على جنب وأقبل معناه أنا كان في وقت كان لازم أقبل يس جيرجس أنت عندك صغر نفس أنت عندك عقدة في الدائرة دي أنت عندك مشكلة وعشان كده بتقارن نفسك بخدمات تانية أو بخدام تانيين أو كذا لازم أقبل دوت إنه ده معناه أنا ما كنتش قابل كنت بحاول أعمل نسخة تكوبي شخص تاني بالطريقة دي ما ينفعش لازم أقبل جيرجس دي ما هو لأن يسوع قابله وأقبل إيه الصورة يا رب اللي عندك لجيرجس ده شكله إيه جيرجس اللي عندك ده واسيب الرب إنه يشتغل فيها النقطة الأولى هي الاتضاع إن أنا أقبل إنه ممكن يبقى فيه حاجات مكالكاعة أو أنا اتأثرت من المجتمع من التربية من المدرسة من كل حاجات دي شكلت فيها ولازم أتخلص منها ومش هعرفها كتير قوي الناس اللي حوالي هو اللي بيبقوا شايفين أنا ممكن أبقى مغية في الحتة دي فأجي وبتضعها وأقول له يا رب لو في أنظر أن كان فيه طريق باطل لو في تشوه في الهوية تعالى أنت ورممها النقطة الأولى النقطة التانية إن أنا بكتسب أو بعرف الهوية دي من خلال المراية الكلمة قلناها بس بعيدها مرة تانية إن أنا ببص على الكلمة الكلمة الله هي المراية بتاعتي فأنا محتاج أعرف أنا مين من خلال كلمة الله فإحنا بنعرف الهوية جزي هنا يتجدد من خلال كلمة الرب وأشوف كلمة الرب بتقول علي أن أنا قديس كلمة الرب بتقول علي أن أنا ابن كلمة الرب بتقول علي أن أنا مقبول كلمة الرب بتقول علي أن أنا محبوب برفض الصور التانية أو الأصوات التانية وبفرد كده بسد الكلام دوت إحنا بنعرف هويتنا من خلال شركتنا مع الكلمة لكن بتتغير هويتنا فعلا من خلال العلاقة الحميمة مع الرب وضحها شوي أكتر لأن دي نقطة أننا بنعرف إحنا اللينا مين اللينا إيه وإحنا مين في المسيح من خلالنا لما بنتعرض لكلمة الله نوري الكلمة بينه أنا خليقة جديدة أنا بقيت شريك الطبيعة الإلهية إعلان جديد كده أنا مش مصدق الكلمة بتقول كده فالإعلان جالي بس الإعلان مش كفاية إزاي أسترد بقى وده يتحقق ويتحول حقيقة معاشة في حياتي ده بيجي من خلال الشركة والعشرة إزاي يحنى الحبيب كده إنه بيقعد عند صدر يسوع والقعدة والشركة معاه هي خلال الأوقات اللي بقضيها مش بس مع الكلمة لكن معاه كده في العبادة والقعدة معاه في الشركة تغير شكلي لصورته لأنه زي ما القاية في كرونسوس بتقول كده إنه ونحن جميع النظرين واجه الرب بوجه مكشوف ماجد الرب بوجه مكشوف نتغير إلى تلك الصورة عنها من ماجد إلى ماجد آمين أخ جرجس يمكن في ناس عم بتشاهدنا وفعلا عم بتقول أنا أنا اللي بعاني من هذا المضوع أنا عندي عبودية قاسية عندي صغر نفس تفكيري عن نفس إنه أنا ما بسوى مش ناجحة فاشل بحاول كل المحاولات وبآخر نهار أجد إنه كل المحاولات عم بتقوب إلى إلى الفشل شو الرسالة الأخيرة اللي عاوز تقدمها للمشاهدين في موضوع الهوية أنا يعني ححاولها بادل رسالة كأنها صلاة لأنه مدام في كده وحضرتك بتشارك حسيت إنه فيه ناس ممكن يبقى عندها أنين من جوه واحتياج نعم فنصلي مع بعض كده إنه الروح الكدس يعمل في حياة المشاهدين أكيد أكيد طب نصلي مع بعض كده حط إيديك على قلبك كده النهاردة وقوله يا رب أنا بجيلك بجيلك بكل اللي فيه دوت ويمكن إبليس نجح إنه يسلب مني هويتي اللي أنت بتكلمني عنها النهاردة أنا بصلي باسم رب يسوع إنك تيجي رب وترمم هذه الهوية اللي سلبها إلى الشيطان منذ البدء كان بيحاول إنه يدمرها ويسلبني منها في اسم الرب يسوع أنا بصلي الآن ضد كل أكاذيب شيطانية كل حسون كل علو يرتفع ضد معرفة المسيح كل أفكار شيطانية اتزارعت خلال السنين من خلال التربية من خلال المدارس من خلال المجتمع اللي عيشنا فيه من خلال الكالشر والثقافة المنتشرة باسم الرب يسوع تنهدم هذه الحسون من علينا في اسم يسوع ولو تحس أن تحط إيديك على رأسك الآن يا رب بصلي من أجل ضد كل أفكار شيطانية تزارعت جوية عن نفسي تعال يا رب كده وهدمها بالكامل ويا رب بصلي في اسم يسوع إنك تدينا الاتضاع إننا نقبل إنك أنت تغيرنا في اسم يسوع يا رب إننا بصلي من أجل روح الحكمة والإعلان وزي ما بقوله صلى يا رب لكنيسة أفكار نحن النهاردة بنصلي بعضنا البعض وبصلي من أجل إخواتي الغليين يا رب اللي بيشاهدوا هذه الحلقة الآن باسم الرب يسوع بصلي من أجل روح الحكمة والإعلان في معرفتك تعال يا رب إدي إعلانات إحنا مين في المسيح يسوع إحنا مين تعال يا روح الله القدوس بقوة غير عادية وإلمس كل واحد فينا وبصلي يا رب إنك تاخد كل شخص بيشاهد الحلقة النهاردة في شركة عميقة في أوقات حقيقة فيها فيها زيارات سموية زي ما زرت يعقوب وتحول من يعقوب إلى إسرائيل أمير مع الله ليكن في أوقات إلهية السماء على الأرض ناس تنفتح السماء فوقهم ويبقى فيها زيارات يتحولوا من شخص إلى شخص آخر باسم الرب يسوع آمين 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 شكرا جزيلا أخ جرجس ربني يباركك ويبارك خدمتك وبصلي من كل قلبي إنه أي شخص فعلا صليت مع الأخ جرجس آمين خبرنا منحب نسمع منك خليني أختم يعني هذا اللقاء بآية من رسالة فليبي الصحاح الثالث آية عشرين يقول فإن سيرتنا نحن هي في السموات سيرتنا يعني جنسيتنا مواطنتنا هويتنا إن صح التعبير فإن سيرتنا جنسيتنا مواطنتنا هويتنا نحن هي في السموات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء مكتوب أيضا أخيرا أيها الإخوة كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مصر كل ما صيته حسن إن كانت فضيلة وإن كان متح ففي هذه افتكروا مكتوب أيضا لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب لأن أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون هدمين ظنونا تخيلات تصورات هدمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح ومستعدين أن ننتقم على كل عسيان متى كاملت طاعتكم بصلي أن نمتلئ من الروح القدس حتى نواصل سيرتنا بقوة الرب يسوى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر